الزج بالاخوة في المغرب. لقيت بعض المواقع هنا انه استياء عارم في المغرب. وانه فوزي لقجع قال وعاد وسوا وبسائل اتحاد المصري انتو كده متعمدين تهزوا للمنتخب المغربي قبل كاسر الامم. وكلام ما جعلص كبير قوي. طب ده الهم اللي يباكي. الهم اللي يدحك بقى ايه? القرار ده اتعلم بشكل رسمي? لا. تم ارساله لبيرامدز? لا. طب عرفنا ازاي? ونزل على المواقع ازاي? المركز الاعلامي لاتحاد الكرة المصري? بعتوا ومرروا المواقع. قسما بالله عبس. لكن قعدت صلح وتاخد. وتلاقي نفسك لبست في مشكلة اكبر. طب لو وقفته. هتعمل ايه بقى مع الاتحاد المغربي? وخش بقى في قصص وخش في دانيا وممكن تعمل ازمة. ما بين بلدين وبين اتحادين. ليه? عشان انت تأخرت وتعملش القواعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لجميع. ومرحبا بكم فيديو جديد. قبل ما ابدأت من انكم دعمونا باللاك الفيديو. خلونا التعليقات دي لكم في الموضوع. الناس ما مشاكش معي في القناة. من انكم تشاركوا وتفعلوا جرس باش يوصلكم ديمة الجديد دينا. وعلى بركة الله نبدأ بهالفيديو اللي غني نستسامعوا فيه. لانقصام كبير في الاعلام المصري. اليوم مقدم مصري اعطاه درس للإعلام الذي يدعم حسين الشحات ويدعم القرار دي النادي الاهلي الذي تقدم بشكوى للاتحاد المصري ضد اللاعب المغربي المظلوم محمد الشيبي لاعب بيراميديز المصري والذي تم استدعاءه مؤخرة من طرف وليد ريقراقي للمنتخب الوطني مغربي استعداد لكأس امم افريقيا بالكوضيفوار. لماذا الاتحاد المصري او النادي الاهلي اختار هذا الوقت بالضبط للضغط على محمد الشيبي من اجل التنازل على الدعوة ديالو في المحاكم المدنية ضد البلطج حسين الشحات وعلى التصرفات ديالو لكل شاهد الفيديو وطريقة التي اتصرف باحسين الشحات مع محمد الشيبي بعد النهاية ديالو المباراة اللي مشى مباشرة وتكلم معه وطيح له الهضرة وقال له كلام غير غير لا اقباتا وزاد ضربه بوحدة الصقلة وفي الاخير مع طواش الحق ديالو الكامل اللاعب المغربي محمد الشيبي تم توقيف فقط من طرف الاتحاد المصري لكرة قدم حسين الشحات فقط لمبارتين محمد الشيبي شاف او ننادي ديالو بيراميديز الشاب بان اللاعب لم معطواش الحق ديالو الكامل وذهب الى المحاكمة المدنية الناس جاء دبا لاعب مغربي ولا اي لاعب اخر يقول العصار يتكرف صعلي وبعد النهاية ديالو المباراة وفي الاخر الاتحاد المصري يعطي القرار اللي بغى هو يعطي العقوبة اللي بغى هو يقول له صافي را خلصنا حسين الشحات را ادى الواجب ديالو يعني جوج ديالو المبارات من مفروض انه غرامة مالية كبيرة ويقف لسنة او سنتين على 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 ممارسة كرة القدم لابد على 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 بيراميديز انه تذهب الى 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 ابعد ما الى الكاف الى الفيفا عندك فيديو وعندك دليل على انه اللاعب اعتدى على على محمد الشيبي بعد نهاية ديالو المباراة بالدليل وروح اخويا معاهم احتل 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 الفيفا ولا الكاف ولكن فهذا الضرف فهذا الوقيته بالضبط المتخب الوطني مغربي يستعد في المعسكر اعدادي ويجيهما ويجيبه القضية ديال محمد الشيبي اللي كان في ربعة وعشرين في شهر سبعة محمد الشيبي قدم اه كما نقوله دعوة ديالو المحاكم المدنية وبعدها مرور تقريبا شحال ديال الوقت وبعدها في سبعة ديسمبر الاهلي تقدم بشكوى يعني المدة ديالشهر خلوا احتل هذه الوقتها هذه باش انهم يديروا الضغط على اللاعب يتنازل باش قليل كان لمدة ديالشهر كنا كان ديروا حقام وصالحة او كده يعني احنا دائما كان عارفوا الضغط ديال الاعلام المصري كده لكن الحمد لله جاب الله اعلامي مصري حر تحدث في الموضوع وحمل المسئولية للاتحاد المصري لكرة قدم وكذلك للنادي الاهلي وانتقدم على اه تقديم شكوى ضد محمد الشيبي المظلوم قلم خلي تحتلها الوقتها هذه اللي مشا يلعم على المنتخب ديالبلاد عاد بغيتوا انكم تقدموا الشكوى باش توقفوا محمد الشيبي وتحرموه ما يلعبش فيه كأسي امم افريقيا بالكوضيفور وديوا عليه ضغط باش هو يتنازل على الشيكاية ديالو ضد الشحات انا صراحة اعتبره اكفس لاعي فيها الدوري